اشتركوا في القناة وزير الداخلية بزيارة سمو الأمير إلى بلده الثاني مملكة البحرين معربا عن تقديره واعتزازه بهذه الزيارة الأخوية ودورها في تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وفي ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله ورعاهما وثمن معالي وزير الداخلية الحرص المتباجل من البلدين الشقيقين على تطوير آفاق التعاون الأمني وتوحيد المواقف في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية معربا عن تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الأصيلة والداعمة لمملكة البحرين وخلال اللقاء قدم معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد إجازا حول الخطط والمشاريع التطورية للمؤسسة والدراسات الفنية لمراحل تنفيذ مشروع تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية لمسارات الإجراءات على الجسر والجهود المبذولة لرفع مستويات الأداء وتسهيل حركة عبور الأشخاص ونقل البضائع عبر الجسر والذي يعد الشريان الرئيسي الذي يربط البلدين الشقيقين وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية المهمة ذات الاهتمام المشترك في إطار تعزيز التعامل والتنسيق في مجال العمل الأمني والبناء على ما تم تحقيقه بهدف الارتقاء بالأداء لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة في الساحة الإقليبية والدولية